السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم سفير الحب في غزة الطفل رمضان يرسل لكم رسالة همة تعالوا نشوف بعدها من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآل وسلم هذا الطفل الكبير كبير العقل كبير القلب كبير الهمة الذي تم تكريمه في سواعد الإخاء رقم 12 ولكنه لم يستطع الحضور بسبب تلك الحرب الهمجية التي شنها الاحتلال على أهلنا وأحبابنا في غزة تعالوا نشوف المقطع ثم نعلق عليه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني صحيح أنت قطعت على المياه والكهرباء قطعت على الغاز ولكن إحنا شعب نحب الحياة وحندبر حالنا بأي طريقة يعني أنتم منعتوا عننا الغاز هاي نائب نعمل على النار ما تقلبوش إحنا شعب نحب الحياة وحنظلنا عايشين إن شاء الله وحننتصر على هاد العدو الغاز بس اسمع اللي بنته يجي يتغدى هاي الطنجرة مفتوحة لتعالوا تفضله وبغده طبيخ بطاطة من اللي مزبط يا معلم عنه نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا وننقص بين شهدين ننصع مئذنة للبنفس جبينهم أو نخيل نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ما شاء الله اللهم بارك يا رب العالمين ويبارك في كل أبناء وبنات المسلمين اللهم آمين شوفوا البساطة وشوفوا الرجولة وشوفوا قوة الصبر والتحمل وشوفوا الرضا بما قسمه المولى عز وجل لأطفال لم يتربوا على الرفاهية ولا الدلال لكن تربوا على الصبر والتحمل والتأقلم مع أي ظروف علشان كده بيطلعوا رجالة منذ نعومة أظفارهم قارن بقى بين أو قرنوا ما بين طفل زي دوات وما بين بعض الأطفال في كثير من بلاد المسلمين اللي الأهل والأب والأم بيلبوا كل احتياجاتهم وبيربوهم على الرفاهية وعلى الدلال وإن هما يوفروا لهم كل أسباب الرفاهية ومع ذلك تجد الأطفال يعني معهم مشراضين وحاسين إن هما محرومين وبينظروا للأب والأم على إن هما حرمينهم من كل حاجة رغم كل الرفاهية هذا الطفل له قاعد قدام يعني ماهاش قاعد في فيلا ولا في شقة ولا قدامه إير كونديشن ولا تلاجة ولا ديب فريزر ولا بتجاز ولا تلفزيون ولا أي حاجة ما فيش أي سبب من أسباب الرفاهية ولا من أسباب المعيشة حاطة قدرة على الحطب مش على كمان بتجاز على الحطب وفي شوية مية وشوية حيتتين بطاطة وعمال بيسويهم هو في قمة السعادة وقمة الرضا بفضل الله سبحانه وتعالى هكذا ينشأ الرجال بفضل الله سبحانه وتعالى فيه يبقى الحمد لله نمتع أولادنا طب ما فيش يتحملوا يبقى نعلم أولادنا أن لو فيه نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونستمتع ونشكر ربنا على هذه النعمة ولو ما فيش نرضى بقضاء الله ونصبر ونشكر ربنا برضو بفضل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولذلك لما نشب أو نرجع لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة نرى العجب العجاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روح البخاري ومسلم ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ولا من رضيء طمر ثلاثة أيام يعني خبز الشعير دا اللي يكله يقطع حلقه طبعا يختلف عن خبز الشعير دلوقتي تمام سبحان الله ومع ذلك لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فأبى وقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر واضح كده مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا بقضاء الله وكان يعني شاكرا لله عز وجل في كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشبع من خبز الشعير ولا من رضي الطمر الثلاثة أيام بل مات النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث روال بخاري ومسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من الشعير سبحانك يا ربي تخيلوا حضراتكم لما النبع سام يكون ميت وعليه دين ثلاثين صاعا درعه مرهونة يعني درعه مرهونة تمام بثلاثين صاعا من شعير صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا روال بخاري ومسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد سبحانك يا ربي ومين ده ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يوصل لمرحلة انه في يوم الايام في غزوة الخندق يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يوصل لمرحلة انه خارج في يوم الايام وهو جعان خارج من شدة الجوع فالتقي بابي بكر ما اخرجك يا ابا بكر يقول اخرجني الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شويتين يخرج عمر ابن الخطاب رضي الله عن ابي بكر وعن عمر وعن كل الصحابة يقول له ما اخرجك يا عمر قال له وما اخرجك انت يا رسول الله قال ما اخرجني انا وابو بكر الا الجوع فقال عمر والله ما اخرجني الا الذي اخرجكما يعني بارتنا كمان خارج بسبب الجوع فرحوا مع الدين على بيت احد الصحابة اسمه ابو الهيثم ابن التيهان فطرك النبي الباب فخرجت امرأة ابو الهيثم وهي لابسة حجابها مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم ادخلتهم في فناء البيت وثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين ابو الهيثم قالت خرج يأتينا ببعض الطمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقي لنا الماء فعاد بعد دقائق فقال رسول الله في بيتنا صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والله ما احد اكرم اضيافا في هذه الدنيا مني يعني انا اكتر واحد عندي ضيوف هم اكرم الناس على وجه الارض صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة اجمعين في المهم رح في ساعتها مباشرة حطوا قدامهم شوية طمر وشوية رتب ومية كده جاي من بير ساعة كده ما شاء الله ثم ذاب حشاتا وامر زوجته رضي الله عنها ان هي تطهي نصف الشاء وهو خد النصف التاني عشان يشوي فبيشوي النصف وهي ايه بتعمل طبيق كده ايه بالنصف التاني فلما شوية نصف الشاء جاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من اللحم في رغيف وقال ارسل بها خادمتك الى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فانها لم تصب مثل هذا منذ ثلاثة ايام يعني ما اكرتش اكل زي ده او ما اكرتش اكل يعني كويس بقالها ثلاث يام مين ده فاطمة بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فهكذا ان الانسان لما يتربع على خشونة العيش حتى لو كان عندنا فلوس حتى لو كان معانا نحاول برضو ما بين الحين والحين نربي اولادنا على شيء من التقشف اخشوا الشنو فان النعمة لا تدوم فالانسان يربي اولاده على هذا اعلم بعض الاغنياء كانوا يعملوا ايه يوم في الاسبوع يقولوا الاولادهم سنأكل كما يأكل الفقراء حتى ايه نشعر بآلامهم هنعمل ايه هنأكل النهار ده خبز وفول فقط تمام او خبز وجبنا فقط مفيش بقى لا لحوم ولا فرق ولا اي حاجة هنأكل اكل عادي جدا ليه عشان نشعر بآلام الغير بفضل الله سبحانه وتعالى اسأل الله عز وجل ان يربي اولادنا واولادكم وان يجعل اولادنا واولادكم كرة عين لنا في الدنيا والاخرة وان يجمعنوا اياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته